يستشهد واصيب العديد من المدنيين اليوم الثلاثاء جراء غارات جوية مكثفة لطائرات النظام على مناطق عدة في الغوطة الشرقية بريفي دمشق وافدى مراسلنا بان الغارات استهدفت مناطق عدة منها دومة وحرستة وحوش نصري وعدة مناطق اخرى واسفرت ايضا عن دمار في المباني السكنية والممتلكات العامة وينضم الينا عبر سكايب من ريفي دمشق مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها مرحبا بك سيد مازن ضعنا في صورة القصف الذي حدث في الغوطة الشرقية وما هي النتائج نعم مساء الخير عدة مجازر اليوم ارتكابتها طائرات الاسد بحق المدنيين في الغوطة الشرقية حتى اللحظة لدينا 13 شهيد بينهم 7 شهداء في بلدة بيتسوى وأربع شهداء في مدينة حرستة وشهدين في مدينة دومة بالاضافة لعشرات الجرحة كما ذكرنا اليوم كان هناك غارات كثيفة استهدفت الغوطة الشرقية حيث وصل عدد الغارات لأكثر من 25 غارة وتم استهداف مدن وبلدات دومة وحرستة والشخفونية وبيتسوى وحوش نصري وحوش الضوارة بالاضافة لحوش الفارة وكان يرافق الغارات قصف مدفع عنيف استهدف هذا القصف بلدة بسرابة بالاضافة لسقوط عدة قذائف هاوين على مدينة دومة طيب برأيك ما هي أسباب حملة القصف المكثف على الغوطة الشرقية؟ يعني ربما هي انتقام من المدنيين وخاصة بعد صد التبوار محاولة تقدم النظام على مزارع جسرين وأيضا على جبهة المحمدية وأيضا على جبهة ميدعة النظام اليوم كثف من هذه الغارات يعني التصعيد لم يكن فقط على الغوطة الشرقية بل حتى على الغوطة الغربية يعني اليوم الطيران الحربي شن غارات أيضا على بلدة بيت جنة في الغوطة الغربية وأيضا براميل على مدينة دارية حتى وصل عدد البراميل إلى أكثر من عشر براميل بالإضافة للقصف المدفعي الذي لم يتوقف هو يستاذ في مدينة دارية بالتزامن مع المعارك المتواصلة على الجبهة الجنوبية للمدينة أيضا كان هناك تصعيد ليس من النظام وليس من حزب الله بل هو من الجيش اللبناني الذي يشارك النظام في قتل المدنيين حيث جدد قصفه اليوم الجيش اللبناني لمناطق جرود عرسال التي تكتظ باللاجئين السوريين المتواجدين في هذه المخيمات طبعا تصعيد أيضا في جنوب دمشق حيث جرت اجتباكات بالأسلحة المتوسطة في شارع فلسطين وبالتحديد على محور بلدية اليرموك كما قام قناص النظام باستهداف شارع اليرموك يوابل من الرصاصات المتفجرة الحمد لله لم يكن هناك إصابة نعم من ريف دمشق مازن الشامي مدير مكتب وكالة قاسيون في دمشق وريفها شكرا جزيلا لك